السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم استر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية ازايوكو يا اصحابي والنهاردة هنشرح شابتر 1 في الجزء الثاني في كتاب ديسكوفر اكتشف كيجي 1 المستوى الاول وهو شابتر 1 الكوفر بتاعه مكتوب عليه animal babies او اطفال الحيوانات animal babies اطفال الحيوانات وعنوان الجزء الثاني the world around me the world around me يعني العالم من حولي the world around me يعني العالم من حولي شابتر 1 الفاصل الاول animal babies اطفال الحيوانات ونتنقل للصفحة اللي بعد كده ودي بيج 44 اول بيج 44 اول بيج في شابتر 1 animal babies او اطفال الحيوانات وعنوانها taking care of me taking care يعني يعتني of me be يعتني بيا taking care take care بمعنى اعتني او اكون حرس او خلي بالك taking care يعني بيعتني بيهتم of me be what directions بتاعتها بتقول draw ارسم a creature of someone لشخص ما someone شخص ما someone شخص ما in your family في اسرتك like your mother or father زي ماما ممتك او بباك like your mother or father مثل مامتك أو باباك بيعتني بيك ويهتم بيك فهو هنا بيقول لك ارسم صورة شخص ما حد يعني من أسرتك زي مامتك أو باباك ارسم صورة ماما أو بابا مثلا بيهتم بيك وزي ما احنا شايفين هنا هوت في البيج دي هو سايب لنا مربع أصفر كبير المربع ده ما تطلوب منك ان انت ترسم فيه صورة شخص في أسرتك زي ماما ولا بابا بيهتم بيك وبيرعاك وبكده نكون أنهينا بيج فورتي فور ونتنقل لبيج اللي بعد ونبدأ شرح بيج فورتي فايب وعنوانها كالقاتي ماي ديلي روتين او نظامي اليومي روتيني حبيبي هو النظام او العادات اليومية الي احنا بنقوم بيها يعني انا كل يوم بعمل ايه سابت في يومي بأدخل بأصحى الصبح بأدخل الحمام بأخسل سناني بأفطر بألبس دومي بروح المدرسة باجي من المدرسة بأذاكر شوية بأتفرج على التلفزيون بأتفرج على الكورتون بأعود ألعب مع اخواتي بأعود أتكلم مع بابا وماما ده ديلي روتيني ده ديلي روتين بتاعك اللي هو العادات اليومية اللي انت بتعملها كل يوم فماي ديلي روتين يعني العادات اليومية الخاصة بيه العادات اليومية الخاصة بيه ماي ديلي روتين اللي هو النظام اليومي او العادات اليومية وديريكشنز بتاعتها زي ما احنا شايفين كالقاتي درو الاي من النشاط اكتيفتي يعني نشاط يعني حاجة انت بتعملها من النشاط من النشاط للشخص البالغ او الكبير اللي يقدر يساعدك فيه ممكن يكون هناك اكتر من اجابة يعني مرة تانية درو الاين ارسم خط من النشاط لشخص بالغ كبير ممكن يساعد هنا ممكن يكون فيه اكتر من اجابة وزي ما احنا شايفين في الصفحة دي في عدة صور طميم اولها طفل بيخسر سنانه او بيشرب وفيه طفل بيأكل وفيه طفل على ظهره حقيبة مدرسة سكول باج وهنا فيه طفل بيلبس هدومه وهنا فيه طفل بينام وهنا فيه طفل بينام بيستحمى بياخد حمال والجانب التاني فيه راجل اب كبير وفيه ام ستة كبيرة وفيه جد او جدة راجل عجوز وستة عجوزة فهو هنا بيقول لك ارسم خط يوصل بين النشاط دي النشاطات اللي انت بتعملها في يومك فببساطة يا حبيبي الانشاطة او الاكتيفتيز اللي هي الانشاطة اللي هي في الجانب ده او الاكتيفتي اللي هو brush your teeth brush your teeth يعني اخسل سنانك بالفرشة والمعجول brush your teeth eat your breakfast بيأكل فطارك او بيأكل فطاره eat my breakfast go to school يذهب للمدرسة وهو لابس لسكول باج على ظهره wear your clothes البس ملابسك او ارتدي ملابسك او بيرتدي ملابسه go to sleep يذهب لينام او ان هو يروح ينام وفيه كتاب قصة قدامه او حدوته take a shower يأخذ حمام يستحمى take a shower دولهم مرة تانية brush your teeth eat your breakfast go to school wear your clothes go to sleep take a shower ودول زي ما احنا شايفين ستة انشطة هذه 1 2 3 4 5 6 احنا لو رحنا الجانب التاني الادولت persons او الافراد البالغين او الاشخاص الكبار اللي موجودين معنا في الصفحة هنا الفاذر الاب الماثر الام الجد والجد الفاذر الاب الماثر الام الجد والجد وعايزين نعرف اول حاجة الفاذر ممكن يساعدنا في ايه في النشاطات الستة دولي ممكن واحد يكون بابا بيساعد ان هو يخسر سنانه ممكن واحد تاني ولا بابا بيساعدني بيوديني المدرسة ممكن واحد تالت يقول بيساعدني ان انا البس دومي بيساعدني ان انا نروح المدرسة بيساعدني ان انا اكل فطاري بيساعدني ان انا اروح انام بيساعدني ان انا اخذ حمام او استحمة فكل واحد ليه اجابة مختلفة عن التاني ننزل او نروح للشخص البالغ الكبير التاني زى second adult person او الشخص البالغ التاني الكبير اللي هي الموثر الام ممكن ممتك تكون بتساعدك ان انت تخسر سنانك ممكن تكون ممتك بتساعدك ان انت تفتر ممكن تكون ممتك بتوديك المدرسة ممكن تكون بتلبسك هدومك ممكن تكون بتوديك تنام وتحكي لك الحدوتة فممكن واحد يرد علي ويقول لي ممكن واحد يقول لك my mother helps me to take a shower فاحنا قلناهم بالعربي وقلناهم in english علشان تبقى فاهم فكل واحد ممكن يكون ليه اجابات مختلفة عن التاني والgrandparents او الجد والجدة ممكن يكونوا بيساعدوا طفل من الاطفال حبيب الحلوين في ان هو يعمل نشاط من النشاطات الستة دول اللي هما ممكن يكون كلنا بنعملهم كل يوم ممكن واحد يقول لي my grandparents helps me to brush my teeth بيساعدوني ان انا اخسر سناني my grandparents helps me eat my breakfast ان انا اكل فطاري my grandparents helps me to go to school بيودوني المدرسة my grandparents helps me to wear my clothes ان انا البس هدومي my grandparents helps me to go to sleep بيساعدوني ان انا اروح انام او يحكو لحدوتة my grandparents helps me to take a shower ان انا اخد حمام بيساعدوني ان انا اخد حمام او ان انا استحمى وبكده نكون ان هنا بيج 45 او 45 ونبدأ نشرح بيج 46 وهي بعنوان life stages او مراحل الحياة life يعني حياة و stages يعني مراحل و directions بتاع الصفحة دي بتقول how many كم عدد do you see الذين تراهم write a number اكتب رقم to match how many people you see in each life stage يقابل عدد الاشخاص او عدد الناس الذين تراهم في كل مرحلة من مراحل الحياة والكلمات الجديدة هنا how many يعني كم عدد do you see ان ترا write يعني اكتب a number يعني رقم to match ليقابل how many كم عدد people الناس you see ان تراهم in each في كل من life يعني حياة stage مرحلة مرحلة حياة و زي ما احنا شايفين هنا هوبت في four pictures in this page او اربع صور في هزيه الصفحة و هم كالاتي اول صورة فيها three babies one two three three babies فيه تلات اطفال ردع three babies one two three three فالمفروض نكتب هنا ايه نكتب هنا رقم كام معايا يوسف ولا لا يا شاقي انا عارف بعثلي ان انت شاقي نكتب هنا كام هنكتب هنا three charter يبقى one two three نكتب الرقم المقابل لعدد الاشخاص اللي في الصورة دي كان three babies او three ندقي جنبها في الجنب التاني صورة تانية فيها four kids او four childs تمام وهم هنعدهم وهم هنعدهم two three four four childs او four kids يبقى المفروض هنكتب في النقطة دي كام معايا ينتصار ايوه رد علي شطرة شطرة هنكتب هنا four هنكتب هنا four وندخل على الصورة الثالثة وفيها two persons فيها father and mother فيها two persons شخصين father and mother والمفروض هنا one two يبقى المفروض نكتب هنا كام هارد علي عبدالله شاطر يا عبدالرحمن هنكتب هنا two شاطرين شاطرين واخر صورة فيها grandfather او god وهو شخص واحد وهو عدده one يبقى المفروض نكتب هنا كام هنكتب هنا one شاطرين شاطرين خالص وكان نكون الهينا page forty six ونتنقل الصفحة اللي بعد كده ونبدأ نشرح page forty seven او سبعة واربعين وهي بعنوان a horse a horse grows up a horse grows up يعني حصان ينمو a horse grows up يعني حصان ينمو horse يعني حصان grows up يعني ينمو او يجب وديريكشنز بتاعتها كالقاتي color the baby لون الطفل horse طفل الحصان الرضيع blue باللون الازرق يبقى فين البيبي هورس هنا يا حبيبي اصغر واحد فيهم البيبي هورس اللي هو الحصان الصغير خالص ده اللي لسه مولود هو هنا بيطلب منك ان انت تتلونه blue blue يعني اذرق blue يعني اذرق وكلمة دي لازم تحفظوها اول لون لازم نحفظه كدوت راقة اللون blue blue يعني اذرق blue 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 تاني حاجه مطلوبه منك color يعني لون the child horse الطفل الحصان yellow اصفر يبقى فين الطفل الحصان هنا يا حبيبي تاني واحد اللي هو المتوسط ده اللي هو لا كبير خالص ولا صغير بيبي لسه مولود ده اسمه child child horse child horse ده بيقولك لونه بالايه باللون اليلو اليلو اللي هو اصفر وده برضه لازم نحفظه بالألم والورق yellow يبقى نحفظ blue اذرق yellow اصفر وثالث مطلوب بيننا في الصفحة دي color the adult horse لون الحصان الكبير او لون الحصان البيلة red احمر وفين الحصان الكبير هنا في الصفحة يا حبيبي او ده الحصان الكبير مطلوب منك ان انت تلونه باللون الاحمر او ال red وبرده لازم تحفظ كلمة red او احمر يبقى في هنا ثلاث كلمات في الصفحة دي homework المفروض هنحفظهم واللي هم blue ازرق yellow اصفر and red احمر وحنا عرفنا ان في الصفحة دي في بابي هورس حصان دي السمولود child horse حصان طفل adult horse حصان كبير وفي الختام اتمنى ان تكونوا استفادتم من درس النهاردة ولو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته